السلام عليكم كديرين لبس عليكم مرحبا بكم معي في الفيديو جديد الفيديو دي اليوم نشارك معكم طريقتي اللي ساهل بزف بزف وبسيطة في الكرعين كنتمنى تتبعوا معي الفيديو حتى للخر وكنتمنى الوصفة ديالي تعجبكم وقبل ما نبدأوا الفيديو بغيت نشكر جاعة الناس اللي متبعيني والناس اللي اضافوا جداد شكرا لكم كاملين شكرا على ميساجاتكم زوينين وكنتمنى الفيديو وات والوصفات يكونوا كيعجبوكم ويكونوا ساهلين بالنسبة لكم وفي نفس الوقت يكونوا مفهومين شوية يعني نكون كنوصل لكم ما امكان شكرا لكم بزاف نبدأوا على بركة الله الوصفة ديال اليوم كيف ما قلت لكم ساهلة وبسيطة وكي تجي مع الكغزالة نأخذ 4 كاز ديال زيت زيتون و 4 كاز ديال زيت المائدة بسلة كبيرة مشلدة او محكوكة مزيان ما طيشة صغيرة محكوكة هنا عندي القمح الرباع القصبر المعدنوس ثومة عندي تحميرة والخرقوم البلدي والبزار والسكين جبير والملحة وشوية السكر الزبيب والحمص هنا قد لكم قاع المكونات اللي عندي واللي غنخدم بيها ناخد الكوكوت ولا تنجرة ديال الضغط اللي غدي تخدمي بيها ولا تنجرة عادية اللي غد طيبة فيها حينس كين اللي كي قدري طيب في تنجرة تريك الطيب بسهولة ميما ندير الكعين كيف ما كتشوفو في الكوكوت نضيف ليهم الزيت زيت زيتون زيت المائدة سلطة البصلة مشلدة ميحوكة كيف ما بغيتوا نضيف الماتاشا قد نضيف الزابيل كاملة اللي عندي الحمارة الخرقوم البلديس كنجبير البذار الملح ثومة الربيع انضيف جميع التوابل جميع المقونات اللي عندي ادي ندير على نار مهيلة انحاول نقلب الطنجرة ما غاديش نقليهم غاديش نتسنت التقلى للبصلة والكرعين الا غادي غير نحاول بحلا ندوز عليهم لقامة كاملة كيف ما شفته ثافي يعني الكرعين ما كان نقليوه مش انضيف الماء كيف ما كانتشوفه بهات الشكل هذا طبعا الماء يكون طيب من الاحسن وهنا انضيف معلقة صغيرة عامرة دي المطيشة دي الحك مطيشة كونسنتخي عادي نبقى نحرك بهات الشكل هذا كيف ما شفته يلا ضفت الماء فنحاول اللي قامات ندامج مع الماء ومن بعد انصد عليه المدة عشرين دقيقة انا بالنسبة لي ادرت الكوكوت فاسديت عليه المدة جال عشرين دقيقة بالنسبة اللي بغا يدير تنجرة غادي بقى مقابله يعني غا تكون شوية كتر من عشرين دقيقة هنا اعادة غا نضيف الحمص ما غاديش ندير الحمص ملو والمعاه باش ما يطيبش لي الحمص قبل من الكرعين حينتش يقدروا الكرعين شوية ياخدوا لي الوقت غادي نخلي الحمص يطيب على خاطره ونمشي نوجد القمح اللي غادي ناخد الكمية دي القمح اللي بغايت ونسلقه في الماء بهاد الشكل هادا دي تسلقه نشوف الماء تماما وغادي نبقى نضيف لي من هادي كلاسوس كيف ما كتشوفوا معايا من هادي كلاسوس ديال الكرعين انبقى نضيف القمح وهو كيتا كيتعلك وكيتشرب بدي كلاسوس بهاد الشكل هادا هنا بالنسبة لي اضفت القيمة ديال ثلاثة المغارف ومدرش بزاك اللي قمح انا يا يعني بقى تيتعلك تيشرب شوية لي حتى نشوف تماما جاء غذال ووجات فيه اللدة ديال الكرعين انا بهالطريقة كان طيبه ساهله وبسيطه في نفس الوقت ناجحه 100% الكرعين ديالنا بما انه موجده كيف ما شفتوا نضيف ليهم الزبيب في هادا المرحلة وفي نفس الوقت غنضيف الكيميا ديال السكار انا ندير السكار ما كنديرش العسل كنفضل ندير السكار مويم على حسب القيمة ديال السكار اللي بغيتي وكنضيف جوشة العواد ديال القرفة وكنخليه يتعلق على خاطره كي طيب بهالشكل هادا الوصفة ساهلة بزاف لديدة بزاف كيف ما شفتوا معلكة وغذالة نديرها في طبق التقديم نضيف الكرعين بهاد الشكل يعني بساط انا ما كنزوقش بالقمح ما كيبغيوش لي القمح مخلط مع السوس هذا الشيء لحنتش كيعجبهم الصراحة كيجيل ديد بزاف وكيعجبهم تقريبا تياكلوا لي ولادي كيياكلوا غير هو نضيف الحماص والزبيب والاسوس ونزوق القرفة كتجي ديك النسمة ديال القرفة ديال العواد القرفة في الخر غزالين كتعطي واحد النسمة غزالة وخفيفة كنتمنى الوصفة تكون عجباتكم وتكونوا تبعتم معايا الفيديو حتى الخر وصفة ساهلة في الصراحة بطريقة بسيطة وسهلة بزاف بزاف في الأخير كنا نزوق القرفات كنخليهم في التباصل كتجي نسمة رائعة على الصراحة هذا هو الطبق النهائي ديال اليومه كيجيب هات الشكل هذا كيما قلت لكم القمح حطيتو فتباصلات احدى الطبق بين الديد كيف ما كتشوفو كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم والوصفة او الطريقة ديال الطيب ديالي تكون عجباتكم وتكون وصلت لكم الفكرة شكرا لكم بزاف نطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة شكرا لكم